اليوم صحيح يخدموا في خدمة وفهمة تفاصيل ما يزمناش نعرفوها لسرية الأبحاث ولكن من حق الرأي العام يفهم من حق الرأي العام يعرف نقاط دورية على الأقل بلاغ حاجات تعلمنا بها وتتواصل نيابة العمومية مع الرأي العام فسرونا هالملف هذا نحكيوا على عبيد احنا كإعلام اليوم بدي هايثم الاخبار من ايقاف رجل الأعمال وصاحب شركة الطيران سابقا سيفاك سيرلاينز هلا اليوم نحنا كيفش نتعامل مع الملف هذا فما معلومات ولا تحكي على عبدهم بعد تلقاه متهم أصبح بريء وخرج هو مازال في طور التحقيق الأمني لكن اخذ اخذ اكتسب مراحل كبيرة ومتطورة ومهمة جدا قضية التسفيران هذه قضية بثت اهتمام من اهتماماتي منذ اه الثاني والفين واثناش تقريبا ألفين واثلطاش اه اه أنا مهتم بهذه المسللة اهتمام يعني جيد نعم وسفرت على الأقل خمس مراتنا لسوريا وقبلت أعلى المسؤولين وأرقى المسؤولين وأهم المسؤولين في سوريا ونعرف حقيقة ما في علاقة بهذا الملف الخطير ألا يمثل شيء يحزن أصدقائنا في سوريا حزنهم لأنهم تونس بالنسبة لهم كانت المثال في تصدير الأنوار لكن أصبحت مثال سيء في تصدير الإرهابيين وتسفيرها بكل الطرق وصلوا معناش عندهم فيزا في 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 وقت ما يقتعنا العلاقات لا أنا نقول لك تعاملت أهم شيء حتى ما يكونش عندهم حتى فيزا فيه لأنه قطع العلاقات هو السبب الرئيسي شكونا قطع العلاقات بقطعه الرئيس الأسبق المؤقت وقتها منصف المرزوقي وكانوا حتى برشة من رواد ومن ناشطين المجتمع المدني مغرمين شوية بك المسؤولين الديمقراطية وكانوا يعتبروا أنه اجتماع أصدقاء سوريا في تونس يعني هدفها نصرة كبيرة للديمقراطية وقت وقت الديمقراطيين الأساسيين أكلمناها مثلاً هاي ثماناً قاعدين ينصحبوا من هذا الحراك السياسي المشبوه لأنه دخل في لوجيك بتاع نشاط سياسي لحركة الأخوان الدولية بمن يدعمها من دول ومن أجهزة استخباراتية كبيرة سيفاكس ما خلنا نفهم وشنية سيفاكس سيفاكس هذه شركة من 2011 نعم شركة طايران شركة طايران ملعفين وحتاجة خذات الرخصة وشكنوا اعطاها الرخصة اعطاها خذات الرخصة رفعات الباجيكات السبس وعطاها الرخصة وزير وقتها في حكومة الباجيكات السبس ولخلت البورس في رمشة يعين من غير الإجراءات العادية سنة والوزير هذا بقدرة قدر ولا المدير العام للشركة يعني شوف هكا شوفها تضارب المصالح مش واضحة بكل يعني وزير الأخذاء الرخصة اللي اعطاها الرخصة وبعد ولا مدير عام منين المعلومات هذه فما الماتر المهذبي راه هو محامي أستاذ محامي مهم جدا وهو محامي عشرات الجهات اللي طالب في أموالها من السفاكس أنا ما خلصت هاش مطارات شركة شركة طيران آه وطلة آه عديد الأشياء حتى الخدمة ما خلصوش آه ولا شيء ولا حد آه خالص ولا سيانة سياس ولا ضمان الاجتماعي ولا حتى أي شيء آه خالص في علاقة بالسفاكس وكانت سيفاكس تلقى في الدعم وتلقى في كل مرة عندما تلتشي الصعوبة تلقى الدعم سيفاكس رحلت بالقائمات رحلت رحلت بين الثلاثين والخمسة وتلاثين ألف شاب تونسي في آه على مدين مصابة وربعين رحل تلتاش عربعتاش واشتر خمستاش ولكن اليوم يعني تعرف شو معناه الكلم هذا تعرف شو معناه الكلم هذا ترحيل يتم ترحيل ليلي يتم ترحيل ما تفهمش كيفاش تمت الإجراءات الأمنية مهدي لحكاية هذه يعني الملف التسفير مش سيفاكس ملف التسفير هو بدأ بدأ يتشبد بمناسبة البحث في أنسالينغو راهو وفهم يتقاطعوا ناس يتقاطعوا يعني يفهم أشياء خطيرة جدا خليوا الأبحاث تاخذ مجراء لأنه لأنه هذا هذا بش يكشف أيضا راهو هذا جزء من نشاط الجهاز السري لحركة النظر كل اللي حكيو عليه يدور ويصب في خانوات